السادس الابتدائي زوكي ابناء يعملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنحل صفحة تمانية واربعين من سلاح التلميذ تقييم سلاح التلميذ عن مفهوم الاول في الواحدة التسعة تعالوا نشوف اول تمرين معي بيقولي في الشكل المقابل النسبة بين عرض المسلسات الى عدد الدوائر عندي كم مسلس موجود اتنين والدوائر كانوا تلاتة اتنين على تلاتة اللي هي اتنين الى تلاتة سؤال التنين النسبة بين العدد خمسة واربعين الىBuエ players and the twenty بنقسم على عامل المشترك الاعلى بينهم الىمراء التسعة أكبر عدد لاتسم علاجه التسعة خمسة واربعين على التسعة فيها الخمسة 27 على التسعة فيها التلاتة سؤال البعد النمط الليذ يعبر عن ثلاتة الى واحد يعني هنشوف تلاتة وب بعدين واحد يعني يعني ايه 3 وواحد يعني قلوب المنسلام الحمراء تعالي المسلسات واشوف العدد هنا كام وهنا كام يعني مثلا لو خدنا اه انهي اختيار تعالوا نمشي واحد واحد كده وادا كل اختار الف هنعد الكتير الاول اللي هو المسلسات لاننا عايز النسبة تبقى ثلاثة الى واحد هبقى عاملة ثلاثة الى واحد ازاي المسألة الف دي باشوف كم مسألة كم قلب هنا واحد اتنين تلاتة اربع اربع قلوب للمسألة الف بنجربها هل لو هي تبسطت وكتبت ثلاثة الى واحد تبقى صحة ولا غلط انت عندك اربع قلوب المسلسات 3 اتنين 2 اتنين 5 خمسة و3 ثمانية النسبة بينهم تبقى واحد الى اثنين اللي يبقى الف غلط طرح ابتعال انشوف به هنشوف الكتير الاول اللي هو المسلسات الزال المسلس اللي عندي هنا ثلاثة ستة تسعة تسعة مسلسات وعندي القلوب واحد اتنين ثلاثة ثلاثة لوب يبقى تساء الى تلاثة اليها ثلاثة الاواحد صحه ً بي هنأخذ الاختيار بهαنأخذ اجابتنا اللي هي به Pluto هو بدأ بقلب وبعدين 3 مسلسات قلب 3 مسلسات قلب 3 مسلسات يبقى النسبة بين عدد المسلسات إلى عدد القلوب بنسبة 3 إلى 1 ناخد الاختيار به طيب السؤال اللي بعده جئيه إذا كانت نسبة عدد أكواب السكر إلى عدد أكواب الدقيق هي 5 إلى 2 هنا عايزين يجيب أكواب الدقيق أكواب الدقيق المسألة رقم 4 النسبة بين أكواب الدقيق إلى السكر كنسبة كام 5 إلى 2 الصح هنا بقول على الأكواب السكر يساوي ضعف أكواب الدقيق خلط يوجد 5 أكواب سكر لكل 2 كوب دقيق يوجد 5 أكواب سكر لا يوجد مفروض 5 العكس بق يوجد 5 أكواب دقيق لكل 2 من السكر تمام يبقى هاخد أنهي واحدة الإجابة اللي هي جيم يوجد 5 أكواب سكر لكل 2 دقيق إذا كانت عدد أكواب السكر إلى الدقيق كان نسبة كام 5 إلى 2 هل بيقرأ تاني كده معي رقم 4 ركز معي تاني رقم 4 يقول إذا كانت نسبة عدد أكواب السكر إلى عدد أكواب الدقيق كنسبة 5 إلى 2 يبقى هاتكارم من عدد أكواب السكر والدقيق النسبة بين عدد أكواب السكر إلى الدقيق كان نسبة كام 5 إلى 2 بنكتب يا ولازم هون كتب بس ما هي حالة اللي بعمل من يسار لليمين النسبة بين عدد أكواب السكر إلى أكواب الدقيق 5 إلى 2 طب إيه التعبير الصح هل عدد أكواب السكر يساوي ضعف الدقيق غلط طب هل 5 أكواب سكر لكل 2 دقيق صح يبقى إن إجابة به يجد 5 أكواب سكر لكل 2 كوب دقيق يبقى إن إجابة به هي الصح لازم أن تكتب لم تطلق بقيتها أن تبيع الإسرال اليمين النسبة أهو عدد أكواب السكر إليا الثقيق هو بيكتبها لك بالعربي يقول لك عدد أكواب السكر إلى الدقيق 5 إلى 2 فإنت ما تيج QUE تكتب الحروف يمكن أن تكتب إلي الس чтобы عن إلى د disappointed يقول عدد أكواب السكر إليا الثقيق نسبة 6 إلى 2 أكواب سكر لكل اتنين كوب دقيقة السؤال الثاني النسبة بين ثلاثة الى اربعة تكتب من يصال اليمين تقول ثلاثة الى اربعة كده ثلاثة الى اربعة السؤال رقم ستة لدى آلاء ثمان دجاجات واثناشر حمامة فان نسبة عدد الحمام الى عدد الدجاج اجيب النسبة بين الحمام والدجاج تكتب من يصال اليمين م degree الى اعدد الحمام الى عدد الدجاج. الحمام كانوا كام كانوا اثناشر والدجاج كانوا كام? تمانية تبسطة ام آسم على اربعة اللي هو العام المشترك الاعلى بينهم. اثنشر على اربعة على التلاتة والتماني على اربعة على الاتنين يبقى النسبة ثلاثة الى اتنين. تمام? ما تجي تكتب? تكتب من يصال اليمين. خلاص? عشان ما تتلقبك السؤال اللي بعده رقم سبعة النسبة بين عدد المربعات الملونة إلى عدد إجمال المربعات كم واحدة متلونة عد كده في الشكل واحد اتنين تلاتة اربعة وكل المربعات عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة يبقى اربعة إلى عشرة وبسطها إلى أبسط سوعة أقسم العددين على الاتنين ده هو العامل المشترك الأعلى اربعة على اتنين فهي اتنين وعشرة على اتنين فيها الخمسة يبقى النسبة تطلع اتنين على خمسة السؤال رقم تمانية يقول لي ستة على سبعة تكتب ستة إلى سبعة ماشي من يصال اليمين كده ستة إلى سبعة السؤال تسعة استخدم لغة المعدلات لتعبير عم يالي أول واحدة يدفع محمود خمسة وعشرين جنيها لشراء خمس كرسات عايزين نكتب بلغة المعدلات يعني ايه؟ يعني نقول له يدفع محمود خمسة وعشرين جنيها لكل خمس كرسات السؤال السؤال بعده رقم عشرة فصل دراسي به ستة وتلاتين تلميزاً وكان عدد البنين سبعة وعشرين ولداً عبر عن النسبة بين عدد تلاميذ الفصل إلى عدد البنين تلات طرق أنت هتعمل النسبة بين عدد تلاميذ الفصل ما تيجي تحلها تقول عدد تلاميذ الفصل إلى عدد البنين عدد تلاميذ الفصل كلهم كام؟ تلاميذ الفصل ها ستة وتلاتين وسبعة وعشرين هنجمعهم تمام؟ يبقى هجمع خمسة وعشرين زائد ايه؟ زائد خمسة تلاميذ الفصل الفصل في ستة وتلاتين تلميزاً يعرض تلاميذ الفصل كان ستة وتلاتين وكان عدد البنين سبعة وعشرين فاعزين نجيب النسبة بين عدد تلاميذ الفصل إلى عدد البنين بتلات طرق أول طريقة هقول له ستة وتلاتين إذا السبعة وعشرين. بتساوي كم الى كم هنقسم على العامل المشترك الاعلى بين الستة وتلاتين والسبعة وعشرين هو التسعة. ستة وتلاتين على neufore سبعة وعشرين على التسعة فيها ثلاثة. دي اول طريقة. تانية طريقة. هكتب هنا من يمين للشمال كده اقول ستة وتلاتين الى السبعة وعشرين بتساوي كام الى كام الناتج بعد ما احنا طلعناه طلع تلاتة الى اربعة اوم كاتب تلاتة الى اربعة دي تاني طريقة تالت طريقة اننا اعملها في صورة بص مقام يعني اقول ستة وتلاتين على السبع وعشرين بتساوي تلاتة على اربعة انت عملت كم طريقة تلات طرق لكتابة النسبة في ابصال صورة اما تقول له عدد البنين الى تأميز الفاصل تكتب مش ليه صالمي على تأميز الفاصل الى البنين ستة وتلاتين الى سبعة وعشرين بعد ثلاثة أو تكتب ستة وثلاثين إلى سبع وشين إلى ثلاثة إلى أربعة تكتب بالعربية ومن يمين الشمال لكن النسبة بسط فوق الأول لحد الأول لحد الثاني منفعش تبدل بين الثاني والأول النسبة تبقى غلط يعني تكتب هنا لحد الأول وهنا لحد الثاني خلاص دي كانت صفحة تمانية وارباية